ذكر من تعلم أبا جاد نعم من تعلم أبا جاد يعني حروف أبا جاد المقطعة حروف الجمل ومن تعلمها لأمر مباح ليضبط بها الجمل فلا بأس بذلك أما من تعلمها ليدعي بها علم المغيبات فإنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له في الآخرة من خلاق كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا فيه التحذير من هذه الأمور الخطيرة أنه لا يتساهل فيها حتى الحروف التي هي حروف الكتابة إذا اعتقد فيها واعتمد عليها في حصول الخير والشر في المستقبل فإنه ليس له خلاق أي ليس له نصيب في الآخرة والعياذ بالله نعم